رياض مدارس الوطن العربي مادة الاجتماعيات نعم لأجل وطني إن الإنسان بطبعه اجتماعي ويحرص أن يشارك مع الناس في مناسباتهم المختلفة ولا يتردد في تقديم المساعدة لهم وقت الحاجة والآن سأقص عليكم يا أحبائي قصة نشمي وهو طالب في الصف الثالث لنرى ماذا حصل مع نشمي انطلقت تكبيرات العيد إذانا بالإعلان عن أن يوم غدا هو أول أيام عيد الفطر السعيد وعند سماع ذلك أسرع نشمي إلى والده فرحا مسرورا فوجده قد استعد للخروج لتوزيع صدقات الفطر وملابس العيد على الفقراء طلب نشمي مرافقة والده فسمح له وفي الصباح ذهب نشمي مع والده لصلاة العيد وبعد أن أدى الصلاة رافق نشمي والده في زيارة أقرباء لهم لتقديم التهاني بالعيد وعندما عادا للمنزل استقبل نشمي ووالده الضيوف وقدما لهم القهوة وحلوى العيد لقد كان يوما جميلا في حياته حسنا هذه القصة تحدثنا عن نشمي في يوم العيد وكيف شارك نشمي وساعد في بناء مجتمعه أما الآن يا أحبائي هيا معا نجيب عن الأسئلة لماذا خرج نشمي ووالده؟ لماذا خرج نشمي ووالده؟ لتوزيع صدقات الفطر وملابس العيد على الفقراء أحسنتم أحبائي كيف أنضى نشمي يوم العيد؟ رائعون وزع الصدقات وذهب لصلاة العيد ولزيارة الأقرباء هل كانت مشاركته ذات فائدة؟ نعم لقد ساعد والده وشارك أصدقاءه وأقرباءه فرحة العيد هل مشاركة الآخرين في الأعياد مهمة؟ ولماذا؟ مدهشون أنتم فعلا مدهشون نعم مهمة لأنها تنشر المحبة بين الناس اذكر مناسبات أخرى علينا مشاركة الآخرين فيها التخرج والنجاح والأفراح جميع هذه المناسبات يجب أن نشارك أصدقائي وأقربائي بها مبدعون حسنا يا أحبائي نحن نعيش في بيئة كاملة ونقتدي برسول الله في مشاركة الغير في حياتنا اليومية وفي المواقف المختلفة فنحن نذهب إلى أماكن مختلفة في اليوم منها المدرسة والبيت والحي والحديقة العامة جميع هذه الأماكن علي أن أقوم بأعمال للمشاركة في بنائها إذن علي أن أقوم بالمشاركة في أعمال البيت وأعمال المدرسة والحي كذلك والنبدأ أولا في المشاركة في أعمال البيت من الجميع أن أشارك وأساعد أمي في أعمال التنظيف فمثلا عند الانتهاء من الطعام لا أترك أمي تقوم بكل أعمال التنظيف وأقوم بتقسيم الأعمال بيني وبين أخوتي المشاركة في المدرسة في المدرسة جميعنا إخوة في الإسلام إذا احتاج أحد إلى المساعدة فإنني أقوم بمساعدة وإذا مرض صديق لنا نسأل عنه ونقوم بزيارته بعد أخذ الإذن من آبائنا ونقوم بالمحافظة على نظافة صفنا والمقاعد والجدران فهي أمانة سوف نحاسب عليها وأخيرا المشاركة في المجتمع فعند الاجتماع مع أبناء الحي لا أقوم بالإزعاج ولا التخريب بل أساعد الحي الذي أسكن فيه على أن يكون أفضل وأحافظ على نظافته والآن هيا يا أحبائي فلنقم معا بحل نشاط رقم واحد نشاط رقم واحد أكمل العبارات الآتية بما يجب أن أفعل إذا رأيت والدي يحمل أمتعة كثيرة فإنني أحسنتم أساعده في حملها إذا رأيت أمي تنظف البيت فإنني رائعون أساعدها في التنظيف إذا سمعت صوت شقيق الصغير يبكي فإنني ألاعبه وأهتم به إذا مرض زميلي فإنني أذهب لزيارته رائعون والآن يا أحبائي فلننتقل لحل نشاط رقم اثنان أكتب عملا يمكنني المشاركة فيه في المدرسة والبيت والحي والحديقة العامة في المدرسة ماذا يمكنني أن أفعل؟ أحسنتم أساعد في تنظيف الساحة والبيت رائعون أساعد أمي في تنظيف المائدة الحي ماذا يمكنني أن أفعل؟ أحسنتم أساعد رجلا كبيرا في السن على عبور الشارع الحديقة العامة ري الأزهار والمحافظة عليها والآن نشاط رقم ثلاثة بمساعدة أحد أفراد أسرتي أكتب قصة من سيرة الرسول عن مشاركة الآخرين ومساعدتهم سيكون هذا السؤال واجب والآن لننتقل إلى حل السؤال الثالث أضاء إشارة صح أمام السلوك الصحيح وإشارة خطأ أمام السلوك الخاطئ واحد يساعد علي ورفاقه الأطفال على عبور الشارع أحسنتم إنه تصرف صحيح اثنان تغسل الليلة الملابس مع جدتها سلوك صحيح يشارك رامي أصدقائه في تعذيب القطط في الشارع تصرف خاطئ يروي أيمن وزملاءه أشجار الحديقة البناية التي يسكنون فيها إنه سلوك صحيح يقطع محمود وأصدقائه أغصان الأشجار في الحديقة سلوك خاطئ قدمت مع طلبتي صفي فقرة بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال صحيح كتب هاشم وعدنان عبارات غير لائقة على جدار المدرسة إنه سلوك خاطئ هيا أحبائي لننتقل لحل أسلية المراجعة صفحة 41 مع السؤال الأول وأكمل الفراغ أولا والد الملك عبد الله الأول هو أحسنتم إنه الشريف الحسين بن علي استشهد الملك عبد الله الأول عند رائعون خروجه من المسجد الأقصى يسمى الملك عبد الله الأول بالملك المؤسس والد الملك طلال هو الملك عبد الله الأول أحسنتم أبناء الملك طلال هم أحسنتم محمد حسن الحسين وبسمة رائعون من أهم إنجازات الملك طلال أحسنتم وضع الدستور وجعل التعليم إلزامي تزوج الملك طلال بالملكة زين الشرف ولد الملك حسين بن طلال في عام عام 1935 أحسنتم انتصر الجيش العربي على الجيش الإسرائيلي في معركة الكرامة يسمى الملك الحسين بن طلال بالبلك رائعون بالملك الباني كرية أيها النجوم الصغار لننتقل لحل السؤال الثاني فلنصل العبارة بالصورة المناسبة الملك طلال بن عبد الله أحسنتم إنها الصورة الثانية الملك الحسين بن طلال والآن لننتقل إلى حل السؤال الثالث أضاء إشارة صح أمام السلوك الصحيح وإشارة خطأ أمام السلوك الخاطئ واحد يساعد علي ورفاقه الأطفال على عبور الشارع أحسنتم إنه تصرف صحيح اثنان تغسل الليلة الملابس مع جدتها سلوك صحيح يشارك رامي أصدقاءه في تعذيب القطط في الشارع تصرف خاطئ يروي أيمن وزملاءه أشجار الحديقة البناية التي يسكنون فيها إنه سلوك صحيح يقطع محمود وأصدقاءه أغصان الأشجار في الحديقة سلوك خاطئ قدمت مع طلبتي صفي فقرة بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال صحيح كتب هاشم وعدنان عبارات غير لائقة على جدار المدرسة إنه سلوك خاطئ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر